شاركت مؤسسة حياة كريمة في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمنظمة شباب بلد والتابعة لليونسيف وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ يضم المجلس الاستشاري للمنصة عدداً كبيراً من شخصيات رفيعة المستوى حيث يجتمعون لاتخاذ قرارات فعالة لتفعيل دور ومشاركة الشباب في مصر وذلك من خلال وضع رؤية واضحة وأهداف في الاجتماع الأول للمجلس تنعاكس على التزامات المنصة تجاه الشباب ولا ضمان ألية حوكمة وطنية فعيلة وشاملة للمنصة حيث تم تشكيل تحالف شباب بلد الذي يتمثل في مهمة أساسية وهي الاستفادة من رأس المالي الاجتماعي والمالي الفردي لدعم تنفيذ حركة شباب بلد في مصر حيث سيجمع كل من الأطراف الممثلة عن الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية والشباب الذين لديهم القدرة على العمل كمحافزات لتسريع التقدم في مهارات الشباب والتعليم وريادة الأعمال والتوظيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر